موسيقى أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم نهار جديد هنتكلم معاكم النهار ده في قولة فقاراتنا الحوارية عن واحد من المصادر الهامة جدا للبروتين ويمكن من الحاجات الضرورية جدا لصحة الإنسان كمان مش بس كده إنما كمان بنلاقي دايما أسعاره مخفضة مقارنة تنبيع المصادر الغذائية الأخرى نهار ده هنتكلم معاكم عن السروة السمكية هي الكنز الحقيقي اللي بتمتلكه وقد إيه هو واحد من القطاعات اللي بتهتم بيها الدولة وتولي لها الاهتمام بشكل كبير هنلاقي ده بيتمثل في مشاريع الاستزراع السمكي وإزاي هو بيمثل خطوة مهمة جدا في الاقتصاد القومي المصري هنتكلم النهاردة بتفاصيل أكتر وهنحط إيدينا على أبرز هذين مشروعات مع ضيفي العزيز مشروفني من وعوني في الاستوديو دكتور رفعة الجمل وأستاذ السروة السمكية بالمعمل المركزي لبحوث السروة السمكية أهلا بيك دكتور صباح الخير عليك أهلا بيك شكرا صباح الخير عليك صباح الخير على مصر كلها هيا دكتور إنه السروة السمكية هي من القطاعات اللي بتولي لها الدولة الاهتمام بشكل كبير جدا وباعتباره قطاع واعد ويعني تمثلا ووصولا إلى الاكتفاء الذاتي وأيضا إمكانات التصدير الخير تكلمنا عن الخطوة دي يا بكتور الله ساعتك من المنزوس التولر في خامة الرئيس عفتاح السيسي للاسة الجمهورية فهم متولي هذا القطاع بصفة شخصية وأدى اهتمام شديد جدا النهاردة احنا عندنا 300 ألف فدان مزارع سمكية عندنا البحر الأبعد والمتوسط والبحر الأحمر والنيل ورافضو والبحيرات عندنا مصادر للصروة السمكية كبيرة جدا احنا وصلنا النهاردة انتاج مصري من الأسماك حوالي 2 مليون طن وزاد كمان حوالي 100 ألف طن المزارع السمكية بتمثل القطاع الأكبر في استزراع السمك وفي انتاج الأسماك بمليون 600 ألف طن البحر الأبعد والمتوسط البحر الأحمر 100 ألف طن النيل ورافضو حوالي 80 ألف طن البحيرات بعدما فخامة الرئيس عمر بصيانتها وتطويرها وإزالة كل المواقعات اللي فيها وصلت لمتين واربين ألف طن تقريبا حسب آخر إحصيات للصروة السمكية في مصر النهاردة القطاع يعني فيه حاجات توعيدة جدا وتطور يوم بعد يوم وإن شاء الله احنا وصلنا لاكتفاء ذاتي أكتر من 90% لأن النهاردة نصيب الفرض في مصر 22 كيلو ونص تقريبا بننتج حوالي 20 كيلو وبنستورد الـ 22 ونص تقريبا من الأسباك اللي هي مش موجودة في مصر أصلا وحسب طبيعة الشعب المصري بيجيبها لها المكاريل والأسباك المدخنة والجنبري اللي هو رغب أن احنا عملنا يعني فيه طفرة كبيرة في إنتاج الجنبري في مصر لكن هم برضو بنستورد بعض الجنبري في خلال سنة والتين إن شاء الله هنريم بقى فيه اكتفاء ذاتي يعني إحنا الإحصايات اللي احنا بنقولها دي بتاعت 2020 لو احنا جبنا إحصايات 22 بس احنا نقدرش نتكلم فيها الوقت لأن طبعا إحنا بنتكلم في الإحصايات اللي طلعتها وزارة الزراعة وهيتصر السمكين فإن شاء الله يعني إحنا قطع واعد وفيه تطورات شديدة جدا وفيه اهتمام كبير جدا من الكادة السياسية هيل جدا ودايما اللغة للقرأ يعني الأرقام هي اللغة الأبرز والأسرع في الوصول للناس لو نتكلم بالأرقام وبالتفاصيل احنا بنتكلم فيها دي فيدي طمأنينة جدا على قطاع زي السروة السمكية وهو كنز مهم جدا تمام حضرتك حضرتك النهاردة احنا الأول كنا بالسمك الطازة كنا بنشوفه في السدة الشتوية كل سنة أو نادرا بنلاقيه الوقت حضرتك انت بتطلبي بتليفون الدليفر يجيب لك سمك طازة تروح في اي حيطة عاوزة اي ست بيت النهاردة بتحتار في وجبة الغداء بتنزل تجيب سمك صحيح فمتوافر النهاردة ومتوافر بأسعار مناسبة يعني محدش يقول ان السمك غالي لان السمك النهاردة لما تجيبي ثلاثة كيلو سمك عمرهم بيجيو حق كيلو لحم والسمك احسن من اللحمة كتير لانه هو فيه الأوميجسري وفيه بروتين سهل الهضم للأطفال والكبار وأمان وأكثر أمانا دايما طمعين عند المواطن المصري خلينا بقى ندخل عن نقطة مهمة جدا بنتكلم عن سروة سمكية بهذه الأهمية فكيف يمكن الحفاظ على مصادر طبعية للسروة السمكية من أي نوع من الأنواع الملوسات اللي ممكن تلحق بها الدارة تمام حضرتك الكيادة السياسية مهتمة جدا بالسؤال اللي انت بتسأليه ده والرئيس السيسي أمر بتطوير البحيرات وتطهرها ونموها لأن البحيرات هي اللي كانت الوحيدة اللي بيطولها التلوث بالصرف الصحي بينزل فيها وصرف الزراع بينزل فيها النهاردة عملنا محطات تحلية للصرف الصحي والصرف الزراعي قبل ما تنزل للبحيرات بيطلع المحطات الثلاثية التنقية بيطلع مياه زي ما الكباد بتشربيها بالظبط قبل ما بتنزل البحيرات وبعد ما بتتاخد على الزراعات ما بتنزلش البحيرات كمان بتتاخد الزراعات في غرب الجمهورية في الصحرة الغربية بنزرع فيها النهاردة بنزرع بها النهاردة أحسن الزراعات البحيرات كان بيطولها التلوث نزل فيها كركات عالية جدا على الجهاز الشؤون الهندسية القوات المسلحة نزل يطهر البحيرات يعمق البحيرات يشيل الطبقة العضوية اللي كانت موجودة اللي كانت بتعوق تربية الأسماك وكانت بترفع التلوث في البحيرات النهاردة بحيرة المزالة كانت 750 ألف فدان في يوم الأيان بقت 125 ألف فدان فالنهاردة هنحاول يعني الدولة بتحاول الجهازة انها ترجحها حوالي 250 ألف فدان بتشيل المعوقات تشيل المزارع السماكية اللي هي متعدية على البحيرة عشان يبقى فيه سطح حر والصياد الفقير يلاقي بكان يصطاد فيه زي المعاكات مفيات الأول المسيطرة على البحيرات عظيم جداً كل ده ويمكن ده بيني أن الواحدة من المشاريع المهمة جداً لتقوميها الدولة وهي مشروع للصزراء السامكي نتكلم النهاردة عن حاجة من الحاجة هيستعلق على حاجة؟ لا لا أقولي حضرتك المشروع للصزراء السامكي إزاي ساهمت النهاردة في التنمية المستدامة النهاردة لمصر؟ تمام حضرتك زي ما حضرتك قلنا يعني هي لواحد مش عارف يقول إيه التطورات في إيه ولا في إيه ولا في إيه في السراء السامكي إلا إحنا إحنا بنشهد يعني طفرة غير مسبوكة في التنمية المستدامة للصراء السامكي في مصر متمثلة في إن إحنا عملنا مشاريع قومية كبيرة مزارع سماكية زي بركة غليون على حوالي 40 ألف فدان ده يعني دي مدينة سماكية متكاملة فيها من أول المفرخ اللي بينتج زرية الأسماك البحرية عالية القيمة وزرية الجنبري فيها مصنع العلف اللي بينتج العلف بتاعه كامل متاكرة إنتاجية عالية جدا فيها مصنع للفوم اللي بنتعلف فيه السمك فيه مصنع لتعليب الأسماك وتصنيعه حتى المخلفات بتاعت الأسماك اللي بتطلع من التعليب والتغليب بتتعامل مسحوق سمك عشان يخش في العلف فيها مصنع تلج عشان نحافظ على المنتج السمكي بعد بعض الصيد لأن ما بعد الحصاد مهمة جدا عشان يوصل السمك طازة للمستهلك فيها مكاتب إدارية فيها معامل على أعلى مستوى عشان نحافظ على الأمان الحية وجودة السمك فيها مزارع على أعلى مستوى دي بركة غليون نيجي بعد قناة السويس معمول مشروع قناة السويس طلع نتيجة قناة السويس الجديدة حواد الترسيب عملنا فيها مزرعة سمكية كبيرة جدا برضو فيها نفس المقامات كلها يعني المزرعة بتبقى مزرعة وإنتاج يعني مصنع كامل من الأسماك في حضرتك عندنا مزرعة الفيروز اللي هي في شرق التفريع في برسعيد دي حاجة كبيرة جدا مش موجودة في الشرق الأوسط فيها مزرعة سمكية زي بركة غليون بالزبط عشان ما نعيدش الكلام فيها حواد للصيد الحر بحيرات كبيرة للصيد الحر فيها مرسى للمراكب الصيد هي قناة السويس عملت مراكب الصيد عالية بأياضي مصرية كاملة فيها كل حاجة فيها المصنع التلج وفيها الجنريتور وفيها أماكن للإعاشة وفيها أماكن للناس وكل المواصفات الأمان في المراكب فيها محطة لوجستية عشان المراكب الصيد اللي بتصطاد في البحر المتوسط تتسلم سماكها وتاخد مؤداتها فيها أماكن لوجستية للمصانع العلف اللي موجودة عشان نغزي الأفاص السماكية اللي موجودة في البحر لأن الدولة عملت أماكن للإفاص السماكية في البحر الأمان المصاد وطاقت 21 موقع وتسعة في البحر الأحمر ما كانش موجود الكلام ده خالص فيه مسلس الديبة عملنا فيه حوالي 20 حض ديموخصص للجنباري في دومياط حيات كتير يعني إحنا لما نقول وإيه 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 يعني حيات كتير جدا فيه تنمية مستفى فيه طبعا ده كله بيخلق فرص عمل للشباب كل مزرعة من دول بتعمل عشر تلاف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة يعني العاملين في القطاع ده ما لحضرتك فكل دوت وأكتر يعني فيه أحنا مش عارفين نعد بصراحة ممكن دي من الحاجات اللي المهمة جدا اللي كنا عايدين هو نحط إدينا عليها إنه الموضوع مش بس اكتفاء ذاتي مش مشاريع جديدة يعني بتساهم في الاقتصاد المصري إنما كمان بتساهم النهاردة في خلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين للقدر طبعا طبعا ما هو دي مهم جدا إن احنا بنعمل مشاريع عشان الشباب يشتغل وعشان يبقى فيه فرص عمل وبعد كده ممكن الشاب ياخد حقد يأجره من الحكومة ويشتغل فيه ويكسب منه يبقى قطاع خاص لما يتعلم المهنة ويشتغل كويس يعني فيه فرص عمل كبيرة جدا للشباب من التربية لنقل الزريعة لنقل الأعلاف لنقل مكونات الأعلاف للتسويق لباقعة السمك البسيطة اللي في الشارع ففيه كل دوات بيخش في المنظومة يعني عظيم النهاردة بنشوف بيبقى فيه طبعا أكيد مخلفات نباتية وحيوانية كيف يمكن نحنا نستخدم ده لإنتاج على غير تقلدية طبعا هتقللنا في الاستيراد من الخارج وهتساهم في تكاليف الإنتاج النهاردة وهتخفضها بشكل كبير إزاي ده ممكن يحصل؟ والله إحنا بنستعمل في مصانع الأعلاف عندنا في المعمل المركز المحوظ الصرور السمكية بنعمل أبحاث على إن إحنا نعمل المخلفات دي كومبوزت ونضيفه بنسب معينة بطرق معينة لأعلاف الأسماك عشان نخف من البلانت وبنضيف الميديسنال بلانت اللي هي النباتات الطبية الغير تقلدية عشان نضيفها لأعلاف عشان نزود المناعة ونزود معدل النمو في الأسماك عشان نخفض برضو من الكيمويات والمضادات الحيوية اللي بنحطها للأسماك طبعا إحنا الكلام ده ما بنحطوش خلص للأسماك فمنحط مقويات مناعة من الميديسنال بلانت اللي هي النباتات الطبية والمخلفات بتاعت النباتات الطبية برضو ممكن بيكون فيها نسب بتاع مصانع العطور ومصانع الدماتات الطبية بناخدها بيبقى فيها برضو حاجات يعني صحيح نحن كنا لسه عامل بحس رسالة الدكتوراه على كثبت المورنجة اللي هي الحباية لما بنشيل القشرة بتاعتها ادت نتائج عالية جدا في رفع المناعة للأسماك المورنجة دي دكتورو يعني بنطلع منها كم مستفادة مش طبيعي يعني لوحدها بتناقي الميا وكان فيه لسه مشروع مهم جدا وبيتكرم في الخارج ده أنا بقولك أنا مش بناخد المورنجة اللي هي مستخدمة للإنسان لا ده الإشرة بتاعت الحباية بس يعني ده تلقيه الكزبة اللي بتترمي أنا بقولها حشترك المخلفات يعني خدناها وعملناها وضفناها في الأعلاف رفعت نسبة المناعة بحاجة عالية جدا والتحول للنمو والسماك يعني بيتم تطبيقه ازاي يعني عشان أقدر أن أنا جيب المخلفات أكيد بتحتاج إمكانيات هل بتحتاج إمكانيات عالية هل بيبقى فيها لا لا ما فيش إمكانيات احنا بنجمع المخلفات من المصانع اللي هي ونعملها حراريا عشان ما يكونش فيها أي مكربات ولا أي حاجة وطبعا إحنا لما بنكون حاجة إحنا بنعسها المصانع بتبعتها لنا بتبعتها مصانع العلف بتعمل بنسب معينة بطرق معينة مش أي حد بيعملها طبعا عشان ما نبوصش التركيب يعني جميل إحنا من التكلمة عمونا يا دكتور في المحاصيل وفي الخضار وفي الفاكهة دايما نتكلم عن الهجن الجديدة والسلالات الجديدة وده يمكن اللي بيشتغل عليه دايما الباحثين والعلماء عشان نقدر نحن نقوم التغيرات المناخية فيطلع علينا محصول أفضل من اللي قبله صندف أعلى وجودة من اللي قبله إيه بقى هنا في القطاع الصروة السماكية من السلالات وأنواع السلالات الجديدة للأسماك الجديدة اللي نقدر من خلالها برضو يبقى نزود يعني نمو أعلى في الانتاجين زي ما قلت حضرتك إحنا زي زي الصروة الحوانية ما سيادة الرئيس عاوز الصروة الحوانية تبقى أعلى انتاجا وأعلى انتاج في اللبن بدل ما تجيب البقرة سبعة كيلو تجيب خمسة وتلاتين كيلو فإحنا عندنا في الصروة السماكية إحنا شغالين في المعمل المركز حص الصروة السماكية على الأبحاث دي والمركز الدولة الأسماك في العباسة وصلنا للبولتي بنحسن له وراسيا وصلنا للجيل 12 الوقتي وشغالين بدأنا وصلنا في البولتي للتلات سمكات يعني التلات سماكات 2 كيلو يعني سمكة حوالي 700 جرام و800 جرام يعني ما عادش السمكة الصغيرة اللي هو أنت دمعنا تروح عند السماكة النهاردة ممكن يديك سمكة 3 سمكات 2 كيلو تلاقيهم فيه بيسمهم أمهات يا دكتور بيسمهم الدباشي الدباشي لا الأمهات ديها حاجة تانية الأمهات ديها حاجة تانية الأمهات الأصل اللي احنا بنشتغل عليها وتطلعش من المفر أصلا آه يعني دي صروة قومية صحيح أخضر حضرتك سبكة ممكن تدخلها دوقتي في كيلو 700 و 800 جرام فدخل على كيلو تاري وبنعمل أبحاث على أن الأسماك تبقى خالية من الأمراض مكومة الأمراض مكومة للملوحة مكومة للتغيرات المناقية والحر اللي هو بيوت حاليا يعني الحاجات كتير بنشتغل عليها في الجينات الوراثية ومعامل الوراثة عندنا في المعمل المركزي بحصة روسية في أنواع تانية دكتور ولا البلتي بس اللي احنا شغالين عنه والله هو البولتر السمكة الرئيسية في مصر أنا أهم حقيقة عندي الشعب المصري ياخذ السمكة حاجات حلو جميلة جدا زي التونة والمارض التونة دي بتيجي من البحر وإحنا عملنا مشاريع تونة زرقة في ناحية مرسة مطروح الوقت في مزارع تونة في الإفاص السمكية ودخلين على الحاجات دي المشاريع القومية الكبيرة فيها الدينيس والأروس واللوت والجنبري الأسماك اللي احنا كنا بنسمع عنها في كتب زمان دي والمرجين والمخرونة كل دو تشغالين عليه بس احنا أهم حقيقة عندنا في الشعب المصري البولتي والبوري العائلة البورية دول طبعا أحسن سمكتين للشعب المصري البسيطية يأكلهم ويأكلهم من أي مصدر وما يخافش منهم يعني ناس رو حادي يقولك ده مش عارف السمكة دي فيها اي لا ما عارف تسمعه مش كلام حد السمكة البولتي بتاكل أحسن علب في مصر أحسن علب في العالم والسمكة البولتي ابنك القنف في المزرعة يعني أخدار حضرتك يعني لو ما حطيش لمك أكل نظيف علب متوازن نظيف ما بتاكلش وعندها استعداد تصوم أربعة شهر أه فأبلك تعبير ذلك فأنت كل السمك البولت من أي مصدر وأنت مغمضة جميل هاي جدا بالنسبة بالقشريات أو يعني الجنبالي والكابورية والحاجات دي يا دكتور هل ممكن نشوف منها برضو يعني سلالات جديدة ونشتغل عليها بحيث أن نطلع برضو وفي سلالات كتير شغالة في الجنبالي يعني في كم نوع من الجنبالي الجنبالي الفنمي والجنبالي المونودوم اللجنبالي الجنبول يعني في الجنبالي السويسي في كنزة نوع من الجنبالي وشغالين Любاح تعليمه في المزارع الجديدة في المشاريع الكومية ها أنا أخدار فحضرتك لأن الجنبالي بياخد ميا ملحة يعني أو البركش فيوتر hingebil الماء العزمة بنفعش فيها الجنبري فكل شغل وإحنا لسه دخلين على الماء المالح الصدراء البحري في المشاريع الكمومية إحنا بقلنا 3-4 سنين اللي هم شغالين فلسه هيبقى فيه انتاج زيادة وأكتر من الجنبري هنوصل يعني يا دكتور وقت من الأوقات نلاقي الأسعار مخفضة للجنبري والكبورية الناس تحلم أنا عاوز بس أوصل لحضرتك حاجة السماك البحرية العلف بتاعها 40% بروتين بيوصل أكتر من 20 جنيه الكيلو الكيلو العلف والأسماك البحرية بتقعد 18 شهر في المزرعة فكل كيلو سمك بحري بيتكلف حوالي 4-5 كيلو علف فالنهاردة لو سعر يعني هو ينزل سعره بس ما ينزلش قوي لأن لو نزل قوي هنوقف استزراعهم ونخسر هل الأعلاف النهاردة ممكن نجد لها بديل في وقت من الأوات؟ لا يعني هو العلف إحنا نغير ندخل مخلفات ندخل حية القيصة الملحية الأساسية لازم تبقى موجود هو نحن نزرع دور زيارة طبعا نزرع في المشاريع الجديدة نوجد مستلزمات الإنتاج بمحلية ما نستورتهاش ديت اتجاه الدولة الوقت نقوم نخفض من أسعار العلاف جميل يمكن الاتجاه دلوقتي الأعام يا دكتور نحو التطور والحداثة في استخدام التكنولوجيا الحيوية والهندسة الورصية في تحسين الصفات الورصية للأسماك طبعا كل ده بينعكس على مقاومة أمراض أكتر بتشخيص وهكذا فكلمنا دكتور عن هذا الاتجاه والله ما زي ما نقول تحدثك حتى بنشتغل في الورصة بنشتغل على أمراض الأسماك إنه يكون الأسماك تكون خالية من الأمراض بنعمل لها فحص دوري على مستوى الدولة بنعمل خرايط وبقية كاملة للأمراض في مصرح الحمد لله ما عندناش أمراض يعني أمراض أسماك كان أنا كأستاذ صاحة أسماك ورعايتها في المعمل المركز المحوظة السماكية وأشرفت عليك 25 سنة مجستر ودكتوراه لما بيبقى فيه طالب عاوز يشتغل على مرض معين بنلف في مصر كلها على ما بتلاقي سامك أو الأتنين في أطنان الأسماك اللي موجودة يعني واحد يقول ده فيه مش عارف السمك فيه دودة إيه بنقعد نلف على الدودة إني ما لقهاش بتبقى صعبة جداً وتلاقي مثلاً في حتة مثلاً جودة المياه بتاعتها وحشاء واحد مهم في مزرعته وواحده بتخش الإجراءات الأمان الحية والمزبوطة يعني هو ومشكلة في السلوك أو في البيئة آه طبعاً وهو أنت النهاردة استثمارات عليها جداً ولازم يبقى فيه تطبيق الأمان الحيوي في المزرع نحن النهاردة يعني هيئة السروة السماكية له هيئة تنمية البحارات والسروة السماكية في الوقت احنا غيرنا المساوبة بتاعها عملت تدريب لجميع العاملين في السلوة السماكية في اللون الفات تقول له أنا كنت محاضر من ضمن المحاضرين على تطبيق الأمان الحيوي في المزرع السماكية يعني دربنا جميع الناس المختصين في السمك في مصر عشان نطبق الأمان الحيوي والناس كلها بتطبق الأمان الحيوي إلا قليلة كلها لأن الصمارات عالية جداً ونريد يحافظ على حيكت عزيمة إزاي بقي دكتور إحنا بنتكلم عن مشاريع للسزراع السماكي بهذه الأهمية وتجاه الدولة النهاردة واتكلمنا وفرضنا الحقيقة في أكتر من مشروع بيقوم إزاي إزاي ممكن نستغل عندي الأراضي الصحراوية الجديدة في مشاريع للسزراع السماكي في مصر تمام حضرتي إحنا عندنا الأراضي الصحراوية الجديدة بيبقى معظمها على مياه الأبار ودي أحسن مية بتبقى خالية من الأمراض لا صرف زراعي ولا صرف صحي ولا مية نيل فيها برضو شبهة فإحنا النهاردة بتبقى فكل مزرعة بيبقى فيها حوض بيجمعه فيه المية عشان بعد كده يربو الزراع فالحوض اللي في المزرعة اللي في الصحرا دي بنربي فيه سمك بنربي فيه سمك على قد كسافة اللي موجودة على قد المية يعني مثلا حوض الخمسة فدان غير الحوض العشرة فدان اللي هو هيزرع عشر فدين اللي هيزرع خمسة وعشر فدان بيبقى حض أكبر عشان ما نستنزفش المية بتاحت الأبار عشان ندرنا بحافظين على المنسوب بنحط فيه السمك بيتربى طبعا المية كل يوم متجددة بيرو الزرع فبتبقى أحسن جودة السمك مفيش فيه ملوثات أنضف سمك في العالم بيبقى بتخصقية ممكن نتصدر وطبعا احنا نكفي نفسنا الأول وبعدين نصدر هذا بالحضرتك المغزيات السمك بيزود خصوبة المية اللي هي بتروح للزرع بتوفر حوالي بتزود إنتاج الأراضي الصحراوية خمسة وعشر فدين مية إنتاج زيادة بتوفر الأسمدة والمخصبات الزراعية اللي بنضفها للأراضي الزراعية وبعدين السمك ما بيستهلكش الماء السمك يستخدم الماء ولا يستهلك يعني ناس يقول لك ده والسمك يشرب الماء ده كلها السمك بيشربش ماء السمك بيعفف الماء بس صحيح يعني ما بيستهشمش تصحيحا للمعلومات أو الشائعات المغلوظة صحيح يا عمر من السمك أكيد يعني يعني يكون حتى لو شرب مش يستهلك الكيميات دي كماء ده بيعيش في هذه البيئة يعني معرض الكاهرة الدولة كنا عاملين جناح للماء بالجرادل ونملى الحواضة عشان نعمل السمك ففيه سيدة من المعرض التاني فتقول ياهوى السمك يا شرب ده كلها يابني الناس البسيطة والجميلة فهو يطلعها بسته هو مشربش ماء هو بيعوم فيها بس وبيستخدمها شو هو بيستخدمها ولا يستهلكها فهو السمك ما بيستهلكش ماء خالص وبيأثرش هو انت هتستفدي من السمك هيطلع محصولين بدل محصول زرعي بمحصول سمك وزراعي هيوفر مخصبات زرعية زيادة هيوفر في الانتاج هيزوت في انتاج المزرعة الزراعية فعيد استخدام المية مرة تانية مرة تانية ده احنا فيه ناس بتستخدم سمك البلت وبعد نودها الأراميط عشان الأورة تتحمل جودة المية لقل شوية وبعد كده بيودها المزرعة أخيرا بقى وليس أخيرا احنا شوفنا طبعا تغيرات المناخية مأثرة بشكل كبير زي على كل مناحي الحياة وكمان تابعنا الجلسة الأخيرة جلسة المناخ لطبعا يعني مشاركة الدولة التي تقدمها والنمية وكان فيه مشاركة مهمة جدا من سيادة الرئيسة عند الفتاح السيادة فالنهار ده العالم كله بيبحث عن حلول مهمة جدا لتغيرات المناخية اللي بتأثر على الزراعة بشكل كبير فكلمنا كيفية تأثير تغيرات المناخية على الصروة السمكية في مصر تغيرات المناخية طبعا فيه برودة زيادة فيه حرارة زيادة في الصيف في برودة في الشتاء ففيه تغيرات المناخية تغيرات المناخية تأثر على استزراع السمكية طبعا نحن عندنا 80% استزراع و20% المصاريب طبعا المزارع السمكية اللي تتأثر بالتغيرات المناخية هي المزارع اللي بتتابعش الإدارة الجيدة الأمان الحيوي في المزارع السمكية اللي احنا قلنا عليه والأمان الحيوي دي يعني مش لنا أمنع أمراض لا ده إدارة متكاملة للمزرعة من بداية ما يجهز الحوض للمزرعة وطهره كويس وعمل فيه الخب والمزبوط طبعا المزارع السمكة عارف يعنيه خب بطول الحوض عشان الأسماك تلوز فيه في الحر وفي البرد بيبقى العمق بتاعه أصغر أعمق من ال... نعمل فتحة صرف مزبوطة وفتحة راية مزبوطة نعمل قبل ما المية تخش قبل ما المية تخش للمزرعة لازم تخش على حط رسيب نشيل منها المعاوقات ونشيل منها الوخدوال حضرتك نختار زريعة تحمل البرودة وتحمل الحرارة من أمهات جيدة وخدوال حضرتك نخلي نتابع جودة المية البي اتش والأمونيا والأكسوجين لأن طبعا الأمونيا لما بتزيد لح في الحوض بتقلل نسبة الأكسوجين التغذية المناسبة بالكيمية المناسبة بالغزة المناسب المصنعة تصنيع جايد المخصص للأسماك بتجيب أي تغذية أو أي مخلفات تنمية بالحوض طبواز البيئة المائية بتاعت الحوض كل الأمور ديت يعني شغل إقدارة المزرعة دي عاوز برامج عشان نتكلم فيه كل الأمور ديت لو المزارع السماكي اتباحها وكان فيه مختص بيتابع المزرعة طبيب بطري متخصص ازراعي متخصص ماهو احنا عندنا ازراعي وكلية العلوم وكلية طب البطري يعني كلهم مختصين عندنا في المعمل المركز السماكية عندنا مئتين خبير في المعمل المركزي ممكن يعني التليفونات موجودة والأباكن موجودة ممكن يتصلوا علينا فياوة يقول نعمل ايه طبعا كل مزرعة وكل بيئة وكل أرض لها رشدتة معينة تشتغل عليها كل دورة في المزرعة السماكية لها رشدتة يعني ساعات المزارع السماكي يجيب المتخصص يعلموا دورتين يقولك ده انا فهمت بقى انا عرفتها لا طبعا كل دورة لها نظامها وكل سماكة لها نظامها وكل بيئة باية لها نظامها لكن العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية وكل الدول الأكيد يعني فترة الأخيرة أكيد يعني بتمر على الدول كلها بشكل كبير خلينا نعرف احنا موقعنا فين النهاردة على خريطة التصدير ولا احنا لحد دوقتنا هذا بنكتفي بالاكتفاء الذاتي احنا الحمد لله عندنا اكتفاء شبه ذاتي 90% من الأسماك بنصدر حوالي 300 ألف طن أو أكتر ونستورد يعني التصدير زي الاستراد عندنا بس احنا بنصدر سمكة مطلوبة للسوء احنا عندنا بحيرة البردويل بتتحجز قبل ما يستدوه لان طبعا بحيرة البردويل في سينة بيهدى عن السكن طبعا هو كان زمان اللي يقولك البحيرات والسمك بتاعنا طبعا الوقت ما عادش النغمة بتاعت زمان تتقال يعني لان احنا خلاص الحمد لله عملنا كل الدولة بكل كيادتها شغالة على التلوث وعلى منع التلوث للبحيرات والمجار المائي وطبعا المزارع السمكية دي سصبرات علي جدا مفياش تلوث خالص طبعا بنصدر الاسماك على الهات القيمة وبنستورد بعض الاسماك اللي بقى مش مشقول كليلت القيمة لا ده هي السوق المصري عاوسها واسماك يعني المدخنة الهيرنج اللي هي بتيجي من البردة من الاتحاد السوفيتي والحتاد دي فاحنا لعندنا الحمد لله في تصدير بس برضو لسه وصلناش للمشاريع القومية دي ان شاء الله هنزود الدخل منها وهنزود التصدير منها وهيزيد كل حيان شاء الله اكيد كل الخير قادم ان شاء الله واتمنى نرسالة اخيرة من حضرتك لكل الشباب النهاردة اللي بيفكر يعمل مشروع مربح ممكن نوجه له ازاي انه الاهتمام بالسروة السمكية من خلال كل الاهتمام اللي بتوليه الدولة النهاردة ازاي ممكن يكون السروة السمكية والزراعة السمكية يبقى مشروع مربح كدا للشباب النهاردة الله حضرتك الشباب احنا عندنا المزارع تبع حيات صروا السماكية والمعامل مركز الحصص صروا السماكية فيه مزارع بتتأجر وبتنزل المزايا كل فترة لو انت عندك مثلا مجموعة من الشباب يجي ياخدوا مجموعة من الحواد ويستثمروا فيها ويشتغلوا فيها مشروع مربح جدا بس لو اتبع الإجراءات واتبع الأمان الحيوي ويبقى ما واحد معاه واحد متخصص عشان يعلموا ازاي يشتغلوا ازاي يعمل فدي مشروع كويس ومشروع زور بحية عالية وكويس جدا يعني وياده يعملوا دراسة جدوى ودراسة جدوى سهلة ويحسب الخسائي يجي لنا المعمل مركز الحصص صروا السماكية في العباسة محمد شرقية عندنا قسم عمل دراسات الجدوى من أول حوط فدان لحد خمسين فدان لحد ميت فدان لحد ألف فدان يعني دعوة من دكتور رفعة طهوة على الهوى احنا المسؤولين كلهم فتحين بوابهم استقبال اي حد النهاردة عنده استفسار عنده مشكلة بيفكر يعمل مشروع زي ممكن هيبقى من خلال طبعا الوزارة ويبقى تابعة معايا وفيه مصدر بيتابع معايا وبيشوف زي ممكن يعمل مشروعه وإيه المقاومات والاشتراطات اللي هيمشي عليها وفيه حاجات بتنزل في المزاد وإيجارات فالدنيا سهلة ووسيطة جدا بس احنا نفكر صح ونمشي ونبتدي اعتقد البداية هي اللي هتجيب كل الخير ان شاء الله انا في النهاية دكتور لا يسعني اشكرك على وجودك معينا النهاردة في الستوديو كمان بشكرك وبحييك على المعلومات الجميلة يمكن احنا كرو نفسنا حسنا ان قد ايه فعلا عندنا مصر مليانة خير عظيم جدا ومليانة انواع كبيرة جدا وفيه اهتمام وفيه مشاريع كبيرة جاية فان شاء الله اللي جاي افضل بكتير جدا بشكر في النهاية استاذ الدكتور رفعت الجمل الاستاذ السر والسماكية نورتانا يا دكتور شكرا ستقولي على فصل التباية شكرا لسم كمين معاكم مشاهدين الكرام نهار جديد هننتقل حالا لفقرة جديدة بعد الفصل استنونا اشتركوا في القناة